تحديات أمنية صعبة توجه أفغانستان مع استمرار واشنطن في خطتها لسحب قواتها من هناك وبعد أن بلغت نسبة الانسحاب الأمريكي نحو 50% أعلنت حركة طالبان تحركها في مناطق في شمال أفغانستان والسيطرة على مدن وقرى ومعبر حدودي مع تاجكستان وبالرغم المكاسب التي تحققها طالبان على الأرض فقد أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن ذلك لن يؤثر على قرار واشنطن إتمام الانسحاب هذا الإصرار الأمريكي يأتي رغم تقرير الاستخبارات الأمريكية نشرته ووستريت جورنال يتوقع أن تنهار الحكومة الأفغانية خلال ستة أشهر بعد اكتمال الانسحاب وسحب الجيش الأمريكي بالفعل أكثر من نصف جنوده البالغ عددهم 3500 ومن المقرر إكمال الانسحاب بحلول 11 من سبتمبر القادم مسؤولون في البيت الأبيض دعوا الجيش الأمريكي إلى إبطاء وطيرة الانسحاب التي قد تشمل إبقاء قاعدة باقرام الجوية شمال العاصمة مفتوحة حيث يسمح ذلك بالحفاظ على نقطة إجلاء أخرى لجنود الأمريكيين وحلف النيتو يأتي ذلك في وقت كشفت فيه وزارة الدفاع التركية عن قرارها الاستمرار في تأمين مطار كابل وشدد وزير الدفاع التركي خلوص أكار عن أن بلاده لن ترسل مزيدا من القوات إلى أفغانستان في إطار خطة تشغيل وتأمين مطار كابل في أعقاب انسحاب القوات الأمريكية وقوات النيتو من هناك